في لقاء جمعها مع مسؤولي شركة ورسلة العاملة في مجال الطاقة تباحثت الوزير المنتدبة لدى وزارة المحروقات المكلفة باستقلالية الطاقة الدكتورة الرحمة محمد هوتوين سبل تعزيز التعاون بين وزارتها وشركة ورسلة المتواجدة في البلاد منذ 17 عاما ومعنية بتدريب فني ومهندس الطاقة بيشات حول الصيانة المولدات الكهربائية ومحطاتها وتطرقت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة المحروقات المكلفة باستقلالية الطاقة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تقوية كفاءة الفنيين كلما عندنا مشكلة نرجع لهم نتصل عليهم لازم يجوا ننتظروا أسبوعين شهر فأنا نقول لنا لازم يكون تغيير فيه من الناحية لذلك تكلمنا عن يؤحل التشهادين يفرمهم لتشهادين يكونوا لديهم مستوى لا يدير المحطات أما ممثل شركة ورسلة العاملة في مجال الطاقة جوليان براشيد فأكد التزام شركته بتنفيذ جميع بنود دفتر مهام الاتفاقية التي تجمعهم مع وزارة الطاقة وأضاف نحن في شاد منذ 17 عاما وساهمنا إلى جانب الوزارة في رفع بعض التحديات التي تعيق السكان من الحصول على الطاقة الكهربائية وعبر الاستراتيجية الجديدة التي تتبع في شادر الآن سيتم رفع جميع العوائق ومن ثم ستتاح للسكان مصادر الطاقة الكهربائية